المسيد العامري في هذا المكان يعبرون رياي الكبار في العمر وكذا مرة تصير حوادث ويقفون وقات طويل الصلاحة اللي يعبرون المكانها اليطالين من المشيرف طال عمرك يبغون كانت اللف قبل يوتيم هذا المكان مسكر فنتمنى نتمنى ان في كذا نفس اللفة هذا والمدخل هذا نتمنى لو تصير دراسة مرة إعادة دراسة لهذا المكان تصير مطببة حق الليايين داشين مشيرف عند المسيديني ويكون في مخرج الاساس ان الناس ميدشون داخل فرجان ويطلعون مرة ثانية يبون يلتفون على نفس الشارع اللي يردك مرة ثانية على اليرف فواضح يعني ما دي المكان واضح الملاحظة واضحة المخرج ما يعني تناقشنا فيه وايد وتتلمنا فيه المخرج ما في يعني إلا أن يدخل التحويل أو أن يرجع من شارع الطفية ويستعم نعم نعم يعني ما في مجال لنا لاحظ ناس كبار في العمر يعبرون للمسيد والناس حتى العمور نحن نسوي مقترح ونشوفوا يا اللجنة المرورية لأن موضوع المطبات في الإمارة يعني يرجع لدراتها مرورية وهندسية لجنة مشتركة بين البلدية وبين ومؤقت تطال عمرك يعني نحن ما ما نقول يعني أنتم ما شاء الله عليكم تدرسون وشوفوا البس نحن نقول مؤقت لعبور للناس الكبار في العمر أن القلب يعوّر عليهم فيما يطفوا في الشارع هذا إن شاء الله بإذن الله ما يمس يزاك الله خير يا أبو عبد الله تسلم يا طويل عمر بش مهندس ما أدري سؤال بس بخصوص المدارس هل في قانون أو في عندكم آلية معينة بأن كل مدرسة تكون أمامهم طبات ولا لا أظن في ملاحظة وردتنا على يومين مدرسة لا نحن مثل ما قتلك عندنا لجلة مرورية ونشوف إحنا سواء من لا قدر الله من نتاج حوادث أو ملاحظات الجمهور أو ملاحظات رقب السير في الشرطة المهندسين المواقع في البلدية عندنا في دارة الطرق نشوف شو المطلوب ومدى يعني أمكانية التطبيق لأن بعد نحن ما نبغي تستوي الإمارة كلها مطبات نعم يعني ممكن ثلاث مدارسة للبعض ما قدر أسوي أنا خمسة مطبات أحاول أسوي لهم طريق خدمة لهم يعني يجمعهم كلهم يكون مدخر واحد مخرج واحد ويقولون أن المطبات مش منظر حضاري صح الكلام ولا لا ما أدري والله والله يا أخوي شوف أنا أنا واحد من الناس ساكن في منطقة الجرف لين ما أوصل بيتي يمكن أعدي على عشر أو اثمع عشر مطبات أنا أنا ما بعيبني هالوضع لكن المشكلة أنت يومتي تسمع يعني شكاوي الناس بعد ما تلومهم لأننا للأسف في طيش وتهور في السواقة سواء من السواقين الشاحنات والبكابات تعار جنسيات متنوعة أو من الشباب الصغار بعض الناس مثلا يعني عنده ولد عمره 18-19 سواء ما أخذ ليسا متأور شوية غيره فهذه الأمور يعني لا قدر الله لو استوى حادث واحد ما نتمنى في يوم أنه يعني شخص يستوي معاق أو لا قدر الله يفقد حد عنده في البيت بسبب حادث أو غيره فهذا يعني يجبرنا أننا نحن يعني نلبس في بعض الأحيان نعم تكون فيه مطبات تستدعي الحاجة أنا أتمنى أن نوصل اليوم أنه ما تكون فيه سؤال أخير باش مهندس لأنه أمس وردتني يعني خذوا علي مأخذ الكلمة اللي قلتها اللي هي أنه يمكن ما تكون فيه حلول بديلة فأنتم مهندسين ما شاء الله عليكم وعندكم إمكانيات وقدرات عالية جدا في تخطيط الشوارع وفي إيجاد حلول أنسب الحلول إن صح التعبير فهل أنتوا تحطون بس هذا رد على واحد من الأخوان اللي طرشت لرسالة هل أنتوا تحطون فتحات وتفتحون شوارع تشيب طريقة عشوائية ولا تدرسون المنطقة بالضبط وتحاولون أن تجدون أي حل مناسب بحيث أنه لا يسبب ازدحام أو تأخير لمرتادي هذه الشوارع طبعا لازم يكون فيه دراسة مكتفيضة يعني ندرس أول شي حركة المركبات وعددها ونوعيات تحت يعني أنت اليوم حتى طبقات الشارع الشارع اللي في عليه شاحنات غير عن الشارع اللي هو داخل منطقة السكنية ماتي في الشاحنات يعني تعرف الضغط اللي يستوي على الشارع يأثر على طبقات الأسفل اللفات سرعة الشارع تأثر حتى في موضوع نوع اليوتيرن الحارة التخدينية لليوتيرن على حسب السرعات فيه أمور كثيرة تدخل يعني يعني ما في دائرة توقع اليوم تصبح مبالغ وتسوي شارع تشذع شوائي بأي طريقة أو تفتح فتح تترينا هذا يعني مبعاك مبلغ بسيط يعني هاي أنت تتكلم بالملايين نعم نعم إزاك الله خير يا طويل عمر مشكور وما قصر فيه رسالة معينة تحب توجهها للجمهور غير أن هم ما يسرعون وتكون عندهم ثقافة قيادة راقية ويهدون السرعة شوي وبالذات على أنا أتمنى يعني حرصنا على هاي فين هاي منتلكات عامة يعني هاي الشوارع لا ملكي أنا ولا ملك شخص معين ولا جهة معينة هاي تخدم الكل سواء زاير سواء سايح ساكن الكل يستفيد منها تعرف يعني البيت لو تأثر ما مشكلة تقول هذا بيت واحد وغيره لكن الشوارع اليوم يعني بنية تحتية وملك عام نتمنى يعني اللي يشوف مثلا واحد عبد رصيف دعم لوحة مرورية وشرات غيره يبلغ يزار أنا في النهاية هاي مبالغ يعني ملك عام نعم اليوم أنا بيب أبدل لوحة بخمس عشر تالاف نعم ضد مجهول نعم عشر تالاف هاي يعني حرام كان ممكن أن أسوي فيه شي يرصف شارع يحطي رصيف أو غيره أو غيره نعم هذا هو الكلام هذا هو الكلام نتمنى أن حرصكم يزيد يعني ويتقفون عيالهم وغيرها يعني مثل الكلام الذي قلت يعني هو هذا أكثر شيء ممكن ينقال أنها التقافة والحرص تسلم تسلم يا طويل عمر يعطيكم ألف الفعافية حياك الشيخ طبعا كان معنا المهندس محمد العواضي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية عجمان أو إدارة التخطيط والمساحة المهم من عجمان يعني فيزه الله خير على هالإضاحات وهذا رد يمكن على واحد من الأخوان اللي يقول ليش يتجاوب عنهم فأنا ما أجاوب عنهم ففي مهندسين عندهم في مستشارين يعني ما يفتحون فتحاتهم منه والدرب أكيد ما في حلول فيضطرون يرجؤون للحل هذا لما يخلصون الشارع نزين معنا علي محمد المطروشي مستشار التراث والتاريخ المحلي بدار التنمية السياحية بعجمان ومدير متحف عجمان سابقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيف الحال يا طوي العمر والله يحييك وطول عمرك يا مرحبا أبو عندكم أظن فعالي شيء لا ولا طوي العمر نحنا أنا متصل عندي تعقيب على كلام صاحب السمو الشيخ الدكتور المعلومة وصلتني غالبا نتفضل نعم حول موضوع التاريخي اللي طرح بالأمس واليوم في الجريدة نعم وفي البداية نحن نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور الشيخ سلطان إذا الله خير على إعطاء البحث التاريخي اهتمامه يعني وتصحيح المعلومات دائما للمغلوطة للناس وغيره فيشكر جزيل الشكر على ذلك هناك موضوع يتكلم فيه هو عن أحمد بن ماجد الملاح المشهور اللي تفتخر الإمارات أن هذا الرجل الشهير يعني من أهل راس الخيمة نعم في القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر السادس عشر الميلادي نعم ذكر صاحب السمو الشيخ الدكتور عن براءة أحمد بن ماجد من دلالة البرتغاليين على الطريق المؤدي إلى الهند وإلى كاليكوت نعم حيث أن هذا كان بداية الاستعمار البرتغالي لحوض المحيط الهندي نعم وهذه المسألة كان الناس بعض المؤرخين اعتبر أن هذا يعني كان فخر حق أحمد بن ماجد أنه اللي يدل البرتغاليين لكن طبعا تدري عواقب المسألة هي كانت خطيرة جدا على المحيط الهندي بأكمله فأدين على نعم شارس والصليبي كان ودمر التجارة العربية والإسلامية في المحيط الهندي كانت قداية حقبة استعمارية بغضاء نعم فبس حبيت أوقي الضوء على بعض الدلائل التاريخية اللي فعلا تعزز كلام عبد السمو الشيخ الدكتور السلطان نعم بالنسبة لي أحمد بن ماجد الملاح المشهور كان يرتاد الخليل العربي وحوض المحيط الهندي والبحر الأحمر وإلى شرق أفريقيا هو واسع المعرفة بأمور الفلك وأمور الملاحة إلى درجة كبيرة بل هو يمكن ربما يعتبر أقدم المؤلفين في الإمارات نعم في تلك الحقبة اللي لسه ما كانت فيها الإمارات الحالية يعني قائمة ومعروفة في تلك الفترة أحمد بن ماجد في أراجيز لم يذكر أنه التقى بالبرتغاليين ودلهم على الطريق الشيء الثاني أن البرتغاليين أنفسهم في مذكراتهم اللي كتبوها عن رحلتهم التي توصلوا فيها إلى كاليكوت حينما وصلوا إلى ماليندي ذكروا أن شخص يسمى ماليمو كانا أو كاناكا هو اللي يعطاهم إياه حاكم ماليندي لكي يدلهم على الطريق المؤدي إلى الهند ويعتقد أن هذا تاجر من هالكوجرات شيء سلطان ذكر أنه هو الكوجراتي هو فعلا من هالكوجرات الشيء الثالث هو أن المصدر الوحيد الذي ذكر بأن أحمد بن ماجد هو الذي يدلهم على هذا الطريق كتاب من الفنة مؤرخ هندي مقيم في مكة يسمونه قطب الدين النهروالي له كتاب اسم البرق اليماني في الفتح العثماني وجاء بعد عهد أحمد بن ماجد بحوال سبعين أو ثمانين عاما يذكر أن البرتغاليين في الماضي كانوا حينما يصلون إلى رأس الرجاء الصالح كانت تغرق السفن عندهم بسبب العواصف الشديدة بعدين بدأوا يبتعدون شوي عن البر حينما يصلون إلى رأس الرجاء الصالح فصارت سفنهم تسلم حتى وصلوا إلى منطقة ماليندي وهناك التقوا بأحمد بن ماجد يقول وأن فاسكودي قاما سقاه الخمر فلما تسكر دلهم على الطريق سبحان الله حين الكلام هذا يمكن أن تتحلله تجد تقول هل معقول البرتغاليين بيثقون بشخص وهو في حادث غياب السكر مثلا نعم أو غريب عن الوعي نعم ويدلهم على طريق يعني خطوة مصيرية تعتبر إما أنهم يريدون وبيحركون كلها القوافل والسطول البحري هذا نعم تنظيموا على شخص سكران نعم الشيء الثاني يا أحمد بن ماجد دائما في أراجيز وكتبة يحس البحارة على تقوى الله وعلى ذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عارض كيف مش معقول أن هذا الرجل سيكون من هذا النوع يعني عارض كيف نعم وبالتالي هذا كله يضعف الرواية التي أوردها النهر والي ويفقدها مصداقيتها نعم بالنسبة لموضوع إمارة رأس الخيمة وأم القوين والشارقة وردت كذلك في أرجوزة لأحمد بن ماجد بمسمياتها الحالية في إحدى قصائد اللي يصف فيها المجاري في الخليج العربي يقول ومن جرى أيضا لرأس الخيمة فالصير في الإكليل بالعزيمة يقصد الصير طبعا منطقة رأس الخيمة في الماضي أيضا من أسمائها الصير الشيخ صوطان يعني يوقي الضوء يقول أن هي منطقة إذن في رأس الخيمة كما سمعت أنا يعني بأذني فهي كانت تسمى منطقة الصير عموما وكذلك تسمى جلفار وإسم رأس الخيمة ونحن كنا نعتقد أنه جاء في فترة متأخرة وإذا بيه موجود في زمن أحمد بن ماجد وطبعا في عهد أحمد بن ماجد هو من قبل بمئات السنين محتمل هذا الاسم وكذلك من القوين والشارقة يقول من جرى أيضا لرأس الخيمة فالصير في الإكليل بالعزيمة كذاك من طنب لنحو الشارقة هذه المطالق يا أخي صادقة وأم القيوين لها سهيل في شرقه من طنب هذا يدل على أن هذه الأسماع كانت موجودة في تلك الفترة عندما جاء الغزو البرتغالي إلى المنطقة والله أعلم أن هي منذ العصور وشطة يعني موجودة هذه النقاطة نحبيت ألقي الضوء عليها وعزلت فيها ما ورد في حديث الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلسة الاتحاد حاكم ممارة الشارقة الذي نعتبر أننا شيخ المؤرخين نعم ونفتخر فيه طبعا كمؤرخ كشيخ وكتلكتور وكمحاضر وكإنسان كذلك نستفيد من شيخنا في معرفة التواريخ المحلية يعني أحيانا مثلا أكون هنا في زيارة صاحب الشيخ حميد وأسأل عن بعض القضايا التاريخية فيفيدني فيها كذلك نائب الحاكم الشيخ ناصر وأنت توثقت طوي العمر نعم طبعا أحتفظ أحيانا أو أثقها كتابة أستفد فائد كبير من مجالسة طوي العمر يعني شيخ حميد وكذلك الشيخ ناصر بالراشد الله يطول عمارهم ويقضيهم أمين يا رب العالم وهذا ما أحببت أن أشارك به في لقائكم اليوم إزاك الله خير إزاك الله خير يا خير تسلم تسلم يا خير مشكور وما قصرت طبعا كام معان علي محمد المطروشي مستشار تراث والتاريخ المحلي بدار التنمية التنمية السياحية بعجمان ومدير متحف عجمان سابقا نزاه الله خير طبعا صلت الضع وزادنا بالمعلومات اللي يمكن أمس قالها سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأنا أتمنى يا جماعة الخير لأن الكبار في السن هذي اللي عندنا اليوم هذي اللي يعتبرون تاريخ والله يعطيهم الصحة والعافية وطولة العمر ولكن يعني هذي لناس أصدرهم حاوي التاريخ هذا فنتمنى بوجود التقنيات الحديثة حاليا بوجود الأجهزة الحديثة يعني يمكن قبل عشر خمسة عشر سن الأمور هذه شوي كانت صعبة أنك تمسك قلم وتيلس تدون أو تيب مسجل وتسجل صوتها وهو يروي لك التاريخ فنتمنى نحن من الجيل الصاعد هذا مدام منهم ما شاء الله عليهم مبدعين في استخدام التقنيات الحديثة يأخذون المعلومات هذه ويوثقونها ويثبتونها ويخلونا حقنا نحن كجيل وحق الأجيال اللي آي لأنه صعب جدا أنا كنتم لا تعرف المعلومات هذه بعدين هذا اللي يحوي صدرة بيروح معاه الله يعطي الجميع بعدين أرجع أقول الصحة والعافية وطولة العمر ولكن الموت مصير كل حي فهذي اللي الكبار في السن نحن في بيوتنا في شعبياتنا في إماراتنا الحبيبة ومترامية الأطراف من كل مكان أنا أعتقد أن كل واحد منهم اللي عمره خمسين وفوق ستين سبعين الله يعطي الجميع الصحة والعافية الرجال ونساءنا أقصد فهذي اللي يعتبرون مناجم بالنسبة لنا نحن وتاريخ وصدورهم تحويل كثير سواء قصاص سواء قصايد سواء مواقف سواء معلومات تاريخية يمكن ما نحصلها في الكتب فرجاء يا أخواني الجيل اللي صاعد بالذات أنا أتكلم عن الشباب اللي يعرفون يستخدمون التقنيات الحديثة يستغلونهم قد ما يقدرون يوثقون المعلومات هذه لأن باتش إذا راحوا واخذوا المعلومات أيامها لذلك لو لا أن الأولين نحن كذلك الرخولنا ودونا والمعلومات هذه كان ما وصلتنا فكذلك نحن مطلوب من أن نحن نحافظ على المعلومات هذه على أساس أن نوصل لبعدنا يزاكم الله خير نأخذ هذا الفاصل ونجحة تواصل معكم نوجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين رابعين ومن نذاعة تلفزيون المرات العربين متاحنا من عجمان على الموجه 7.8 ورح بمكارماتكم على 6-0-5-5-1-6-1-0 ورساكم نصير قصير لسي ميس نستقبل على 7-0-0-9 هذا واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم ابن ماجد وليس ماجد ولكم الشكر إذا كالله خير غلطنا يمكن زلة لسان سموحة منك يطوي ومنكم نستفيد ومنكم نتعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير وضعون نعيم والسموحة على زعاج بس ملاحظة على باركنات اللي هي مواقف جامعة عجمان ما فيها مكان لأن الكلاسات مبوية بعض فإذا باركنت مكان غلط يوميا يخالفونك تعبنا من المخالفات وبالنسبة الباركنت الثاني الجديد بعيد مسافة كيلو يعني توصل لكلاس خرسان كل خرسان هلا هلا فينا شو هاي هلا هلا فينا نزيل ما دل والله شو الحل هاي شو غين توصل الرسالة هذه مواقف جامعة عجمان جامعة عجمان هي نزيل من المسؤول عن مواقف هذه بيكون الجامعة نفسها فشو الحل نزيل عطونا الحل اللي باعت الرسالة نزيل أروع ما في بلادنا الإمارات طيبة الشيخنا وشعبنا اللهم أحفظ أمنة وخير الإمارات ورحم الشيخ زايد وراشد عباس فرض الله ومحمد إبراهيم يزاك الله خير يا أخي عباس فرض الله ومحمد إبراهيم السلام عليكم ليش دايما تسخر من فلان ما أسخر من فلان يا أخي حتى دليل ذلك ما قلت أسمي والريال اللح حق لا أعرفه ولا شفته ولا هذا لكني أحبه ما في شيء بينهم بين عساس أسخر منه أنت غلطان نصلح معلوماتك نزيل عندي ثلاث ملاحظات إن شاء الله بنتصر فيك نزيل هناك هجوم من قطيع الجمال هجوم من قطيع الجمال السائب في الرحمانية السبعة وسيارات البلدية تمر عليهم ويسوون عمار هم ما يشوفون محمد الكحبي ببو مروان محمد أنتم ترصدين من الظهر ببو مروان اتصل في بو مروان الله يخليك هذا نزهر شوفه مسكن من أمس يطرش رسائل متحامل يقول ناس وناس يقول هذا خلنا نشوفه إن زيل دعاية حملة قيادة آمنة فيها مقطع لصوت فرامل سيارة تخلي أي سائق يرتبك إذا سمعها يتحسبها سيارة بتدعمه بو محمد هل يكسر على صوت المذيع يا أخوي بو محمد مسألة بسيطة يعني بعدين زيل لازم تحس ينبهونك على أساس تحس أنه لا يقدر الله تحس بالصوت هذا ولا لا يقدر الله يستويح هذا كل شيء على العموم نحن وصلنا الملاحظة إن شاء الله ويضبطون في الصوت ما في مشكلة زاكر الله خير نزيل براس ممكن تساعدني في سراميك البيت هذا الظاهر هو نفس المسج يسوي له يقولون في تقنية مثل تتذكر يوم ابن الريال اللي هي تقنية 14 و 21 يعني الجملة إذا تكررها 14 مرة يوميا ل 21 يوم تضبط إياك تحفظها ويدبرمج مخك عليها وكذلك أو تكررها 21 مرة في 14 يوم كذلك تتبرمج عليها فالأخ هذا يمكن سمع المعلومة بس لازم يطرشها 14 مرة نقراها أو 21 مرة نقراها لـ 14 يوم زين حطونا شعر ريال أحسن والله هذا نزار ما أدري بعد نزار سمعت أو حطونا مقولة الله يرحمه وغفر للشيخ زايد زين أخي قوسة ممكن تتصل بالمنظمين في سباق القفال بجزيرة بنعير محمد الخضر والله يا طوي العمر منحاول إن شاء الله إذا فيه فيه تواصل من بينهم من بينهم إن شاء الله فالك طيب أتصل بس ما حد يرد لو طرشت الرسالة وطرشت فيها موضوع كان نحن بنتصل فيك ممكن رقم الأخت سعاد أين الأرض بالضبط شكراً محمد الشمس ومكتب أخر إن شاء الله يا أخي محمد فالك طيب بنتواصل نزار أنت مش معاي هذا يقول خل براشد يشتري بهارات من زنجبار وايد حلوة بهارات تم يا الله يا الناس يا الله يا الناس من قال إنه سير زنجبار كيف عرفت يلا رقمك أربع خمسات حركات يا أخي والله الأفاضل أولياء الأمور نفيدكم بأن لن يتم تسجيل أبنكم أو ابنتكم للعام الدراسي 2014 2013 2014 إلا بعد تسجيل جميع الرسوم المتبقية عليكم مدرسة أبو عبيد بن الجراح الخاصة رقم الكود 2349 غيثونا غاثكم الله أبغى يتكلم مع برنامج البشت المباشر ضروري ما عندي رقمكم رقمنا 600 551610 600 551610 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها 7009 على شبكتين اتصالات ودو طرش رسالة بالموضوع إن شاء الله بنحاول نتواصل إياكم اتصلوا فيني ضروري اتصلوا فيني ضروري شو موضوعك نزيع سأتصل فيك عندي شكر لديوان ولي عدى أبوظبي وعندي ملاحظة على برنامج زائد الإسكن أرجو لاتصال إن شاء الله نحن أخونا نسكن بالإيجار من هند 10 سنة وكل منا متزوج ولديه عائلة فنرجو من والدنا وصاحب السمو الشيخ سلطان أن ينظر في حالتنا أرجو واتصال فيني أم عادل فلان وين اختفى ما أدري نبوى نعرف خالد دشتي متى بيمشي ما أدري تحياتي واحترامي نقعت نقعت على الخط بسلطان اسمح لي بسلطان ما أدري بسلطان منه نقعينا على الخط نزين قول لك فلان هذي شو يقول لك فلان هذي سخرية وهو شو سحري متى أهلا بوم الزوء أحين عاد كل الرسائل بدأت عن خالد دشتي أنا ما أدري أشوف بتعقد يا خالد دشتي سوي برنامج هنا عدنا نزين عدني رسالة عدني عدني مكالمة ألو رحيم بيطرف رسالة بيقول قلت رسالة بدون مكالمة عليكم السلامة الله وبركاته أبو مروان ألو مرحبا أبو مروان لا أخوي أبو علي أبو علي كيف الحال كيف حالكم أبو علي أنت مروان الكعبي ولا لا أبو علي أمزي تفضل أبو علي أبو علي أبو علي أول شي حبينا مبارك وسيدي الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان وإلى ولي عهد الأمين وإلى نائب الحاكم سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي وإلى حكام عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي وجميع من يسكن إمارة عجمان طيال أملك أول شي اللي أعتب عليكم بأن اليوم في مسيرة ولكن حتى أنت ما محطي شال النادي شعار النادي ما يأبولنا شي يطويل عمر ما يأبولكم كيف ما يأبولكم لا يأبولكم الجرمان ما يقصر والله ما تيعادل ولا نحن نفتخر ونعتز يطويل عمر والمفروض يا أخي على الغال حطولهم تكمن أغنية بين الفاصل حطولهم أغنية لأن اليوم عندهم مشيرة ما عندنا خبر يطويل عمر ما حدا أعلمنا الله يزين بعد كثر الله من أمذالكم إذاك الله خير يطويل عمر أنا حبيت أشكر سيدي سمو الشيخ طلطان محمد القاسم يحاكم إمارة الشارقة دكتورنا طال عمرك يستاهل وغير من شكرة طال عمرك اللي ما قصر فينا يعني من كبير وصغير سوى المنطقة الشرقية أو الشارجة أو أي منطقة تابعة لإمارة الشارجة ما مقصر فينا صراحة يعني الله لا حسد يعني ولكن في طال عمرك في قصور من بعض المسؤولين في الإمارة أو كثر الشغل عليهم ما ما في لأن أنا مثل ما شفت أو أندي اختراح لهم بأن تكون لجنة تفتيشية سرية يكونها سعادة حميد الهديدي مدير شرطة الشارجة هذه خصوصيتها أن تنطل عن كل دائرة وشو اللي حاصل فيها للحاكم على شال أنه في أمور وفي مواطنين يشتكون وبعدين يطلعون هم من قال لك أنه ما في عندهم من قال لك أن الشيخ سلطان ومخصص ناس اللي هم يسمونهم نحن نبغي لسلامة بلدنا أنا فاهم عليك حتى الشيخ محمد كل يوم صار راح الشيخ سيف صار راح أنه عندهم اللي يسمونه العميل السري نحن نبغي هذا الشيء يوصل للشيخ وبشفافية علشان يتعالج وما يتكرر الحين نحن شو نحن حين المواطن من يوم ما استو هذا البث المباشر ألا بيت وموظيفة غيرها شو يدور غير البيت والوظيفة وديون الديون هذا الشيء راجع له لأنه أنا مش معقول أنه أنا بيتي ما يسوى خمسمائة ألف وحطيني سيارة بمليونين طيب ليش ماشرين اللي بيتم بمليونين ما هاك اليوم واحد طرش رسالة حلوة يقول ليش نشوف بيت ودورين وبيت حلو وجدامه كامري ولا كرولا ولا سيارة عادية ونشوف بيت بيت هردم على راعيه وجدامه واقف رنج ولا بورش طح هذا فيه وايد يا ريال تعال لسي مخنور يا ريال ما بي شوارة وين مخنور يا أخوي من أول لمرات لآخرها بتحصل تعال جيوا السيارة البخمة والله ساعات أمر على بيوت والله إن قيمة السيارة أعلى عن قيمة البيت هاي شوفت عيني يعني ما حد قال لي أوكي تبذر يا أخي أوكي أنت شرطي العين والرأس علىك ضابط يا أخي راتبة خمس وثلاثين خمسين وأنت شرطي ليش أنه ضابط خذ سيارة رنج أنا أروح شرطي وخذلي سيارة رنج روبا آخر موديل وتنحسب عليك هذي لين خم لين كم ولا خمس الصدق بو علي أنا مستغرب يا أخي الرنج اللي جيد هذا شوفه طايح في الشارع تقول تكسي أقول لك ولا شي أنا مستغرب يا أخي أقول هذين ما شاء الله عليهم ما شاء الله ما شاء الله الله يزيدهم يعني مفضلة لكن يا أخي يعني بشكل غير طبيعي يعني معقولة كلهم عندهم فلوس وشارعين الموتر كاش ولا عندهم ممكانيات أنهم يشترون لكموها السيارة ما فيكاش عشرين سيارة جدام البيت والعشرين سيارة كلها مديونة ليش هذا كله بعدين في طال عمرك أنا عندي يعني ملاحظة زي ما أنا عرفت عنها أن في ناس مقدمين على بيوت إنزين وفي ناس مقدمين على بيوت خلاصة قيد مالهم محصلينها بعد عشر سنوات من الشخص الأولي اللي يمقدم على شام بيت هل يستحق اللي يمقدم على بيت قبل عشر سنوات إنزين أو يستحق اللي يمحصل على الجسية من عشر لا بو عليهم في عندهم آلية معينة مش عن يستحق أكيد هالأمور كلها محطينا في الاعتبار ولكن عندهم آلية معينة في التوزيع في أولوية معينة نروح الرحمانية نروح كل مكان إنزين ونلا نروح ونسأل بنوالة وبيت بنوالة بنوالة عرفت ولا لا يعني شفنا يعني أشياء هذي وين هذي اللي توصل لشيخ شيخ مير رضي صراحة يعني شو قصدك يعني فيه وصايد مثلا والله يا سيدي خلي حطوا الناس من عندهم ويشتكشفون عن طريقة خلاص تلقي دمالة اللي مقدمنا في الأسكان يعني هذا في سنين وسبعين بداية الاتحاد وهذا أوكي على العين والرأس وكلنا مواطنين لكن فيه حقوق بعد شوية يعني فيه حقوق يعني أنا حين بدنا عندي أربع وايل في بيت واحد وهذا رفيزي ما عنده ولا وتوام تزوج يعني فيه يعني فيه أمور يعني وهي يجب أن تتحف بالشكل الصحيح يعني قصر يلتقي ويا كل مواطن والحمد لله رب العالمين والكل يتكلم عننا يعني في العالم كل يتكلمون عنه الحمد لله رب العالمين والله يطول عمر حكومتنا يعني جزاك الله خير يا بو علي لكن نقول للشباب الله يزام الله خير يعني خفوا في شوي على عماركم على عماركم وعلى عيالكم باتر يوم بتزوجون وعلى أمكم وابوكم اليوم أنت مدامكم أنت يا فيها زيارة باتر أنت يوم بسألونك بتقول والله سيارة هذا كلام الله المستعان يعني ما بيموت هذا يزاك الله خير يا بو عليك ترى المشكلة أن يوم يوعى خلاص يكون الوقت متأخر يكون غرقان ويسرعون زيادة زين هذا بتحول يا بوي بتموت يعني بتحلكونا نحن ما نقبل حتى بشي تموت يا والله المواطن يموت والله اليوم يسمعنا عنا في السعودية نحن نتشغل في المزيون نسوي اتصالات نبينعرف هذي لشو صار فيهم اللي بي صلى لنفس الشي يا جمعت الخير هذا كلام تعرف أنت الدولة كم تخسر يوم لا قدر الله أحد ينصاب لا لا تخسر تخسر ابن من ابنائها تخسر ابن تخسر كادر تخسر شخص تبني عليه آمال يا أخي هذا باتر ممكن يتخرج يطلع موظف يطلع مسؤول يطلع دكتور يطلع مهندس يطلع طيار فهذه خسارة بالنسبة للدولة خسارة بالنسبة لأهله خسارة بالنسبة لنفسه أصلا يا أخي أنت ما بيايف هالحياة شذا سبهللة مثل البهيمة تأكل وتشرب وترقد وخلاص وعايش وباشر متبا حد يدريبك شباب والله في صح حك تحصل معاق ليش معاق حادر لا إله إلا الله ليش هذا كله المهم يا سيدي يزاك الله خير يا باعلي الله يهدينا إن شاء الله يهديهم حطوا لن أبوي شيء غانم نادي عيمان لو سمحت فالك طيب وفرحوا لأهل اللي شجعون للبرتغالي والله يزيدهم من بطولات إن شاء الله للبرتغالي والله يبيضوا ويرجع مراشد ويهكب يضي يا طيب يا أمر والله يزاك الخير حياك يا بريد حياك تسليني طيب يا أمر الله يحلك الشيخ حياك هذا يقول فلان تزوج حرم الثاني بعد الله يا أخي الستر زين ترى ما يخصنا يا أخي ما تدخلنا في المواضيع ما يخصنا فيها نحن ما نقول شيء ومحاسبين عليك الكلمة الله يزاك الخير نزي نحاول ما تخلين شو ضيح للبرنامج لأي شيء مب حضاري يسمعون البرنامج من برع الدولة أخي يحاول ما تخلي الناس ضيح للبرنامج لأي شيء مب حضاري إن شاء الله يا أخي زاك الله خير شاكري لك حرصك بعد صح كلامك في ناس برع الدولة ما يفرض أن ما تصل الله هو اللي يفكر فيه الشيء أنه في ناس تتابع من خارج الدولة في مستمعين عندنا من خارج الدولة في ناس تترصد الأخطاء وما تصدق تسمع شيء وتسجله وتبثه وتضيف وتنقص وتكتب تعليقات بعد صح كلامك زاك الله خير زاك يا أخوي أبو يوسب ممكن تتصل بالمنظم أهاي قريناه زاك هذا يقول أبغي منو عندك نزار أبو مروان نزي عندنا دقيقة أبو مروان سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته طويل عمر أبو يوسب شهالك الله يعزك هجوم هجوم عندك تروعني أخي نحن قلنا بنجهز القوات أنا تراني طال عمرك أبني في الرحمانية وهذا توقيت أنا أكون موجود لأن الساعة 12 12 ونص أنا موجود في الرحمانية نزي هذي الجمال طال عمرك يعني شيء ما تصور شيء ما تصور أنا أقول لك اللهم خليات لا أخضر ولا يابس في الرحمانية يبتدن يبتدن من الرحمانية ثلاثة ويطلعن عند الرحمانية ثمانية وتسعة وفوك وهين سايرات ما البلدية توني أنا واقف حتى ممكن أوصف سيارات عشان يسمعوني واحد سوزوكي في خطة أحمر والثاني سوزوكي أبيض لابس غطر عقال والثالث سوزوكي أبيض متسفر ولابس نظارة والرابع كروزار يطفون إلي سوى عمرهم ويطفون لفع الدال ونطاف مليان بالثاني ولا يخصم وزي يمكن هاي مما البلدية يمكنها إلى أصحاب الحلال لا مما البلدية أنا واقف أنا واقف أكلمك واقف أنا حين أباهم يسمعون المكالمة يعرفون أني أنا اللي واقف أكلمك آها اه اه أنا واقف أشرتهم بعد قلت لهم حطوا الراحة اه ايه لا يشوفون وانا أقول لك يا أبي يوسف قانون عندنا قانون البوت يا أخي هك اليوم طلع أحد من المسؤولين البلدية عند حسن يعقوب إذا الله خير وتكلم عن الغرامات والقوانين والمصادرة صح صح ولا لا سمعته صحيح لكن ما تتطبق طال عمرك في الرحمانية ما تتطبق وثلاث أربع أماكن في الشارجة ما تتطبق هالكلام ما يتطبق أنا أقول لك في الرحمانية ما يتطبق هذا الدليل وكل من الشكون في الشارجة في الرحمانية كل من الشكون وتبعونا نصور على كاميرات بنصور زين زين صور هودلهم إياها البلدية قلهم وين شغلك معي لنتم حتى لو توديهم البلدية يقول لك والله إحنا ترانا نسير ونشوف ونخبر ونقول لك الكلام ما أنا أقول لك غير صحيح أبدا زين شو رايك أنت الكعبي شو سالفتهم ليش يعني مثلا البلدية أحين هذه السيارات ليش ما تمسك مثلا الجمال هذه والله ليش ما يمسكون هذا هم اللي يعرفون أطال عمرك هذين البوش ملة هم يعرفون هذين البوش ملة لو مسكوهن ويتجرهون يمسكونن أنا أقول لك ما يتجرهون يوقفون يمسكونن يشلون داخل شبك ولو شلوهن بيردونا المرة ثانية غصب عنهم يعني في واسطة في الموضوع نعم نعم ما يقدرون متتعرف البوشة ما أمنوا متتعرف أنا احتمال أن يعرف نعم ما يقدرون ينزخونه خلي ينزخونه هيني مرة نطال عمرك ما في حد فوق القانون طيب ومعاهم راعي لا معاهم راعي ولا معاهم حد فوق القانون ما أمن حد فوق القانون ونحن في الشارجة لكن اللي يصير أن المنفس في الشارجة بس يا مروان والله يمكن في كل الإمارات ما يدنا حد فوق القانون الحمد لله نعم لكن المشكلة اللي ينفذ اللي ينفذ هذي الأرشاب ما لابو يوسف خلي يا ريال طف هذي الأرشاب ما للمحمد الكعبي طف هذا اللي حصل بس اللي ما في حد فوق القانون مهو ما في حد التنفيذ بس الناس اللي ينفذون أنا أقول لك وعيزة الناس في الخور على ما أعتقد لا توقعي بطال عمرك في مركز الغرب وفي هذا يوم قال طرشت السائق الصبح يقول يات بالي طرشت وسار وتحقق من هذا وأمرنا بأن يسولهم نعم وسمعت يوم قال العتب على منو العتب على المحطين أكثر عن الجفير نجوم فوق شتوفهم وليبهم شفت كيف يعني قال العتب على منو حتى المذيع الذكر ما درينا محمد خلق أو لا حزني عقل نعم والعمر الشيخ قال وحفظت شيئا وضعت أمك أشياء نعم بزرها الله خير لا بأمك الشيخ طال عمرك لا لا أبدا حشاء لا على الشحرة كلهم ما عليهم عتهم ما عليهم عتهم لاتحاد طال عمرك لاتحاد وسمعت البارح اللي في السلمة اللي في المقاوين نعم أنا البارح يا أساس ماتران في البيت يا أساس محط يا رجل زينا حي تدري أن تدري من يوم الصبح من الساعة عشر النزار يحاول يتصل ويتواصل مع أحد في بلدية عماء عفوا بلدية مقاوين وتخطيط المساحة في مقاوين ولم يحصلين أحد كل أحد يحولنا على أحد طبعا 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 أتخبط أتخبط على أمريك لا يوجد تنفيذ طيب أنت يوم تشوف تشوف الدوائر هذه مهملة بهالطريقة وتشوف الشيخ محمد يقول بنسوي حفلة ودع بعد سنتين إذا ما حولوا تخيل الفرق الشاسع ما بين التصرف اللي يصير على أرض الواقع والكلام اللي يقول الشيخ محمد لكن الشيخ محمد ذكي نعم زين يوم قال حفلة ودع معناته عند ألف شخص جاهزين يمسكون مناصب هذين اللي بيرحلون بالضبط فيها فيها طالق هذين ناس يا أخوي ما يتكلمون عبث عندهم خطة استراتيجية ماشيين عليها بطريقة والله تغبطهم عليها يعني ما شاء الله عليهم تمشي عليه ما ينفع تحطيه في ظل مسؤول مشتغل عشرين سنة خمسة عشر سنة أنا مشتغل عشرين سنة تحطي لي نظام يديد تقول لي محمد أشتغل على هالنظام أو تمشي لي على نظام قديم تقول لي والله امشي على هالنظام وخلي الحكومة مثل ما هي ما ينفع لا 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 الناس تتكلم عن الآيباد وعن الآيفون والحكومة الإلكترونية وانت بعدك يصل لي على وتسلسل الأخطاء يمتد أبو يوسف هذا مثل فيروس والمصيب لا الأكبر من تذي يا أخو تعرف شو يقلص ويهمش ويقلل من إنجازات اللي يقومون فيها هم يعني الحين انت دولة حضارية ودولة مطورة ودولة تعتبر من أوائل أو في صفوف الدول المتقدمة على مستوى العالم وعندك هذه الإنجازات وهذه المباني وعندك أعلى مبنى في العالم والسياح وغيرها ونسمع مشكلة بسبب خطأ دائرة مثل بلدية بسبب الحيوانات السائبة شوف شو يكون يعني شوف تشويص صورة الدولة كيف يكون يعني طبعا طبعا فنحن يوم نتكلم والله نتكلم من حرقة يا أخي أنت مش من حقك كمسؤول أو كموظف حتى يمكن يكون خطأ موظف بس إنك تسيء للدائرة هذي كلها بالتالي تحقق يساءل للشيوخ والدولة ولإنجازاتهم صعبة يا أخي بالضبط وضر الناس أبو يوسف أحين هاي الناس اللي أقول لك اللي زارع أنا ياري نعم زارع لوز وزارع وفاصل النخل وزارع العنب وزارع هذا وفاتح الباب العود عشان الله يعزك ينظفون ينظف لهذا بلا بروش نعم يمكن غفل خمس دقايق صدق ما خلن شي في بيته لا إله إلا الله طيب وبعدين قلت له شو صار قال شو سوي بطلعنا مشوزن لا يقول شو سوي يعني حواشتني قل وأنا ميت ملغسة وما تقدر تسوي شي يا أخي بهيمة في النهاية هذه شو بتقول أنت ما في عقل يا أخي لا يوم بس يتش تقول لك والله إنت يعني إنت كيف فتحت بابك أو إنت مثلا كيف يا أخي بيتي أنا في شعبيتي ما أفتح بابش يعني لا بيقول لك والله بأنتي ليش زارع جدام البيت والله ما بيقول لك أنت جدام البيت زين العموم أخي الكعبي رسالتك واضحة وأكيد هم يسمعونك يرصدون البرنامج وأنت صوروا أخي وخلي الصورة عندك جاهزة على أساس إذا نكره ولا شيء تودينهم يعطيك العافية طويل ناخذ هذا الفاصل وجهة تواصل معكم نجد لكم تحية أعزائي المستمعين مشاهدي متابعين الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون لإمارات العربية منتحدة من عجمان على الموجة 7.8 نرحب بمكالماتكم على 6-00-55-16-10 ورسائكم نصيل قصير الاسمس نستقبل على 7-00-9 على الشبكتين طبعا اتصالات ودو هذا يقول يريد تتكلم البلدية في الشارجة أو الأشغال بخصوص الطرق في الصناعية عشرة بالشارجة الغبار كثيف جدا وشكرا شو المقصود بالبيتمنت وليش جوازات بوظبي غير عن الشمالية في العلاج ما في شي اسمه غير يا أخوي وهي إجراءات تنظيمية أنت ما تقدر تفتح المجال على الدولة كلها فجأة وعقب تتحمل الأخطاء هذه هاي المساء تبدأ في إمارة 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 تبدأ وشوفون شو الأخطاء الموجودة عندهم ويتجنبونها لأن يوم يصدر قرار اللي فيه عقب تقدر تتوسع فيه المسألة ما تكون بالعكس ما أتوسع وفتح على الدولة كلها وعقب يلسع عالج يعني يوم أنا عندي في إمارة بوظبي فقط فلنفرض بتيني 100 شكوى 200 شكوى وعقب أبدأ عالج الشكاوي هذه فتقل عندي لما توصل مثلا لمرحلة الصفر ما توجد الشكاوي أبدأ عقب أنا أفتح التجربة هذه وعمهمها على الإمارات الباقية فهمت عليك بعدين هاي أمور تنظيمية بينك الإمارة وإمارة لا أكثر ولا أغار والحمد لله رب العالمي يعطون خصومات ويعطون بطاقة للجميع إذا أنت من أي إمارة من حقك أنك تسوي بطاقة ومن حقك أنك تمتع بهذه البطاقة والخصومات اللي فيها أنا أبويك ومسوي عملية في عيني ما أدري كم قيمتها وما قالوا لشي وكذا شخص يعني يعرفهم سووا عمليات سووها استفادوا يعني الحمد لله رب العالمي فشوي نوسع مداركنا ما نخلي النظر النظرة ضيقة لهذه الدرجة يعني سنزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاحظتي هو أن ليش المناطق النائية مدارس الأولاد مشتركة مع الابتدائي للثانوية والله تعبنا من هالحالة ليش ما يفصلون بينهم أرجو عدم إهمال رسالتي زوين المناطق النائية نحن ما عندنا ما أعتقد أن فيه عندنا في الدولة مناطق نائية فيريت تحدد المنطقة على أساس أن نعرف نجاوبك يا طويل عمر أو نوصلك بالجهة المختصة بعدين أنت تقوله هنا فيه ثانوية للثانوية من الابتدائية للثانوية مشتركة بين الأولاد والبنات ما فهمت رسالتك بعد مدارس الأولاد مشتركة تصل فيه عليه هذا الله يخليك خلني نشوفه أخوي بيوصل السلم على وراشد وخبر المستمعين يبغون ابهارات من زنجبار محمد الخبر تحياتي لك يا محبي ذو الخبر منو قالكم من المسافر الزنجبار أنا ما قلت أنا قلت نزار أنا ما قلت أنا ما أدري بس زنجبار خلني هذا حسابي نقول ألو 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 مرحبا السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته أسحالك بوي تفضليمي أسحالك بخير أحمد الله رب العالم الله يبغى تفضليمي أقولك أخوي لنحن ما سأولي شي لنشوف تحصلين إن شاء الله رد من البلدية لنحن ماشي بخصوص شو بخصوص البلدية لنحن يعافين عن الرسوم ولس كان ردة قالت يعني نحن كل موضوع عند البلدية لنحن ما ردوا لي حل تفضلت للإستثار قال لنحن معن ما يا أنا موضوع لنحن شو الحل ويا موضوع ما أعرف الحل عندهم الحل عندهم مش عندي هنا موضوع أقول لك الحل عندهم محينة حمد رأس سنوات ونفس الحال قاضي لي عشرة أيام وشهر وعشرة أيام وشهر وانت بقى نسير أكاعد وانت بقى نسير أيلس يعني أنا متلع وزويان بالصراحة وحينهم قالوا نحن عافين الرسوم من اللي يعينهم يعني عافين يعني حق الرامل عندهم عافين عننا نحن نحن وين نسير نيلس وين نسير أيلس أنا بيت من ومن عيالي أيلس بين ويقصاب أيلس كل واحد ياسلنا في شقة وانا ما عدي مكان وين أيلس هي كل يوم قالوا لستشاري لات بدين تيلفون مولي لات بدين تيلفون بيرجون خبر حمد رأس سنوات البلدية ما ردت خبر لين حين مثل رأس سنوات وانا رفت الحالة وياها ما يصير بعد أبوي حمد تنقلة من بيت لبيت من بيت لبيت أنا متنقلة وياك أنا بغي أبو بحمد والله يسمعني بالصراحة عبدو لاتصواتي أنا أتكلق لانا شمت رأس سنوات أنا متلع وزوي البلدية والاشتشاري والبلدية والاشتشاري وحين قالوا والله ما وضوعت عند البلدية وانا عندي أمر بناء صعبت وين بسير بسكن أنا وين بأيلس ما عندي مكان أنا أيلس وانا ما بعش بيوت ما اللي جاء أنا حرمة بس لبلاد يعيني أمر من الأسكان ويني كل شيء أني خلاص بنولد وحين قابضي لنفس الشيء قولي الاشتشاري لا تتفرم فيه لأسكان التصيق قالوا هدقين نتالفون مرة مولية خلاص موضوع ما في البلدية البلدية ليش يوجد موضوع إلينا حين أنا أبغي أعرف البلدية شو قصة إلينا لنحين مطايعين يوقعون ولا شيء عافين عني الرسوم وعافين عني كل شيء وعندي أمر بناء ولنحين بلدية مطايعين أتوقع لكي أعطي الاشتشاري يبنيلي تلح وزاوي همت بالصراحة هاي ما بحال لنسا ما كل مرة يتصل لإذاء كل مرة يتصل لإذاء ويشتكي دائما نحن نتصل ويشتكي ريول نحفت بالصراحة من الاسكار ومن الاشتشاري من الاسكار للاشتشاري وحين آخر مرة بعد أتصل فيك زيطوية العمر هم بعد شغالين يعني ما نقدر من المتا شغالين مثل السنوات هم شغالين شغالين تراهم الجماعة يعني 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 الله حق الأخبار التي نحن شغالين لين في الليل مساكين نحن بس إلا توقيع دف إلا توقيع منهم أنت تقولين بس توقيع بس ما نعرف شو تفاصيل موضوع هم مش من حق مش من حق ولا من صالح حد فيهم مثلا يعط الموضوع أو يعرق الموضوع مثلا ما لهم مصلحة يعني طويلة العمر هل أنت متعادي ويا حد فيهم مثلا نفس الحالة والله من الاشتشاري لين لس كان من لس كان يقول لي البلدية موضوع تحين حين موضوع كله طلع أنا مرمولية ما لنخص فيه موضوع تحين في البلدية البلدية يعني حين هم يو دورات مثل السنوات وصبر بن بن وصبر بن مسح الأرض صبر أن المدير اللي نحن عاطيني الأرض اختي فاطمة عاطيني هل يطول بعمر بمحمد ما مقصر الله يعطين صحة عشو ليش واقف موضوع عشو ليش واقف موضوع البلدية موضوع عند البلدية الملسكان قال يخص مزيد وليش تشاري قال أنا مولاد قولي تلف ومالي خص مولية طويلة العمر خلينا نشوف نتواصل بس يول البلدية إن شاء الله يطلع برد يزاتي الله خير حياتي الله يطلع تلك المرة زين هذا يقول شو صار بموضوع عبدالله زيد اللي هو مسرح دبل حصن والله يا طويل عمر طلعوا المسؤولين من من المسرح يزاهم الله خير من دائرة الثقافة ظني ما كنت خلطان في المسمى من الشار جئوا هنا وقعدوا يابو راشد وبرروا الموقف ونحن كدنا مستعدين ونطبع ولكن عندنا إمكانيات معينة وهذا موجود اللي عادة على اليوتيوب من حبيت التابع وتأكد من الموضوع ولا أنا ما أدري الصراحة شو صار أنا استقبلت الشكوى واستقبلت يمكن يقولوا لي والله أنت تعاطفت يا الريال وهذا من حقي نطع ثغي يجمع في النهاية إنسان من لحم ودم وحس وشعر فالريال رسم لي صورة معينة فبدأنا على هاي يعني كان فيه نقد واضح لمسؤولين معينين بالأسماء والريال يقول أنا عندي أوراق والريال مسؤول كبير كذلك فأنت لا يمكن تتعامل مع شكواك أي إنسان ثاني ما تعرفه مثلا لأن ما في مسؤول بيطلع يعرض سمعته واسمه يعرض اسمه وسمعته وعندي يقول أدلة وكذا وتكذب مثلا عندك مكالمة ألو ألو السلام عليك السلام وحط الله بركاته ويوسف كيف حالك يا مرحب يا أخي أشكورين على البرنامج الطيب إذاك الله خير يا أخوي لا شك أنا أحب أن أسلم عليك واشكرك وإياك أخوك وسلطان وإياك الله يمكن منك البارحة بأيت نرمس وإياك البرحة إذاك الله خير يا بسلطان يطول عمرك طويل تسلم الله يخليك وأشكر جميع جميع حكامنا الله يخليه آمين يا ربي بأيت ويغفر لهم يا رب جمهم مهم قصرين مهم قصرين والله الحمدндله رب العالم الحمد lang الله إذاك الله خير إذاك الله يachen أنا الناس وإياك يا طويل عمر يزاك الله الله يحفظ الله onos ها شو سالفة الرسالة هذي ست عشر سبع عشر مرم طرشتين الاخ اللي طرش الرسالة وهي الاخت اللي طرش الرسالة الرقم صفر خمسة خمسة تسعة ثلاثة ثلاثة ثمانيات يمكن اصحاب الحلال عندهم واسطة هذي يقول عفوا وين وصلنا صفاح الخير حبي تسلم عليكم بوفيصل اذاك الله خير يا بوفيصل طرشت مسج بخصوص الاخت اللي اتصلت على ما اعتقد اسبوع اللي فات من الفجيرة تقريبا اللي ولدها متوفي وعليه سبع واربعين الف اذا كانت تسمعني رجائني اختي تحاولين تتواصلينينا تتصلين فينا وطرشين رسالة باسمتش ورقم تيلفونش رجائن الاخت اللي من الفجيرة اتصلت اسبوع اللي طاف تقول ولدها متوفي الله يرحمه يغافر له طبعا عليه سبع واربعين الف باقي سبع واربعين الف عليه او تسع واربعين الف اتذكر انا عليه دين تقريبا فاتمنى انها تتواصلوا يوانا بس عبدين احمد خالفني ولا اسألني كيف صار الحادث بس سمع من طرف الثاني عجمان تواصل مع ادارة المرور واشتكي هناك يا طوي العمر وان شاء الله ويابولك حقك لين عندك وحبي تشكرك على البرنامج وشكرك خاص لك لامصاحة ابو فرح ازاك الله خير يا ابو فرح تسلم يا طوي العمر مشكور وما قصرت وان شاء الله نكون عند حسن الظن ونستفيد ونتعلم منكم يا طوي العمر تتصل بخصوص البنايات اللي تحت الانشاء وهمال الاهالي لأطفاله من الموضوع بروري لو سمحت امدانا ان شاء الله يمدانا و الله على الخط من بوظبي والحين وصلت عجمان خطي الثاني دو واحد سبعة بسلطان ما فهمت عليك يا بسلطان هو هذا بسلطان الاتصالت فيه ولا نقول الو الو السلام عليكم السلام عليكم يوسف جعل حالما يا مرحبا يطوي العمر شخبار طورا الحمد لله رب العالمين مرتاح الحمد لله الحمد لله أنا والله كنت من صدم شوي لكم من كثير متى ميت الخط شوي بردت يزاك الله خير ابن معاي محمد علي سالم محمد علي سالم عبد الله علي سالم يا مرحبا بك يا طوي العمر أنا حبيبي عندي نخوز في غارية يا صدقوني زين أنا عندي موضوع مع برنامج شيخ زائد الأسكان نعم أنا ما باعش رحش كامل القصة طويلة هي من غدا من 2004 نعم ورفضوا طلابي وبعد سويت أظلم محمد ليش رفضوا طلابك أنا كنت بايع أمر صادر لي من ديوان رأس الخيمة بأربع قطع أراضي لي وخمشة لي ولي أربع من أبناي ذكور في سنة 2000 واللجنة توزيع الأراضي طويلة شوي وزعلتني رئيس اللجنة وبعدين بعت الأمر يعني مبارض أمر هذي في سنة 2000 وثنين يمكن نعم ولواحد من صاحبنا وبعدين هذا أنا فيهم باسمي الأرض طلعت لي باسمي أنا مساحة حتى أقل من ستين وستين حوالي أربعين في في خمسين أو أربعين في سنة 2000 شذي يعني نزيل خلنا في موضوع البرنامج شو صار رحت اليوم أراجع في تحليس بيانات نعم أفاجأ واني قال طالبك مرفوض مفرارة الشهور يعني تظلم مرفوض قلت لهم كيف خلاث شهور ما أخبروني ولا أعلنوني وشو المطلوب يعني بعد تظلم هذا يعني في شي يحرم أي مواطن يعني من هالمنحاح في بنود أنا في أبا أستسرح إن بس من حجم البرنامج من هالوراتي حرمان في حالات كذا وكذا في بنود عندهم إنصاليها وإذا بعد تظلم ما حصل شي شو الممكن أنا أتقدم لأي جهة وإلى مين ما توصلتوا يوم في البرنامج هناك في رأس الخيمة لا لا هذا اليوم صراحة صدمة هذا المعرف هو هذا الموظفين ما أعرفوا شو يرد هو تبصلك صح ما يعرفه نعم زين محمد علي سالم من وقلت اللي يعطني اسمك في الكامل لأن ما عندك رقم طلب ما عندك رقم طلب صح؟ ما أنا عندي ثلاثة سبعة ثلاثة رقم طلب ثلاثة سبعة ثلاثة ثلاثة أنا أطلب منك بيوز بس أحد المسؤولين بس يرجع للملف ويشوف الحقائق والمستندات والأوراق الموجودة لفيدهم قرار يعني ما هم يا طويل عمر تعرف جراءاتهم يعرضون على اللجنة ويعرضون كل الأوراق وكل التفاصيل كلها إذا في صوار إذا في غيره وين ساكن التفاصيل هذه كلها الأوراق اللي يطلبونها نعم بناء عليها اللجنة تتخذ القرار هو مش قرار شخص واحد صح هي ولكن تم قدم تظلم فهل رفض التظلم هذا معناته يمكن يكون قرار نهائي والله أعلم يعني ما نتكلم نيابة عنهم ولكن نحن بعد نحاول والله من الصبح ياسي نحاول نحاول نتواصل مع أحد من المسؤولين وما في للحين يعني ما في رد عدنا ثلاثة أربع طلبات تقريبا أرقامهم موجودة ونحاول نتواصل مع الأسف ما أبغي أذكر أسامي لكن ما في تواصل لكن إن شاء الله بعد أن نحاول نضيف هذا الرقام للأرقام الموجودة وإن شاء الله نحاول نجيب ردود استفسار بس للمعرفة يعني نعم إن شاء الله فالك طيب يعني مساحة الأرض هو ما يخص في مساحة الأرض أنت مجرد ما تطلع لك أنا سمعت لخصة طرح أمرك كيف يعني يعني ما يقبلوا برنامج شخص يلي أطولك منحة إلا إذا في أرض محدد يعني مبقال من 100% ما أنت تأخذ موافقة الأرض من وين من الحكومة المحلية من الحكومة المحلية عقب السي تودين من أنا عندي أرض أول شي تطلع لك الموافقة المبدئية عقب الموافقة المبدئية أنت وديت لهم أوراق الأرض أنت أحين أحين عندك أرض انا ما عندي شيء ابدا ما عندي شيء كيف بيعطونك البرنامج يا طويل عمرو انت ما عندك ارض لا الارض بيعطوني حين يعطوني بيعطوني ارض اولا بيشتري بيت يعني ما مشكلة الارض الارض موجودة الحكومة تعطيني ارض يعني الموافقة ان رفطت او البرنامج مش طائع يعطيك لانك بايع امر قبل لا انا بايع امر بيش ما ادري انا لا عفوا اخوة محمد وايدين خذوا اراضي مش اوامر مثل ما تقول انت وايدين اطلعت لهم اراضي قبل وبايعين الاراضي وعقب بامر من الحاكم يزاه الله خير امر بان اتصرف لهم الاراضي مرة ثانية وانصرفت لهم الاراضي ومشت المنح يعني ما في مشكلة لا لا الاراضي ما عنده مشكلة انا غبرت مسؤولين في البلدية لا انا اقصد البرنامج ما يرفض الطلب اذا كنت انت بايع المنحة ولا مسوي انا ما يخصني كبرنامج انت هاي حكومتك المحلية تتصرف وياه اللي تعطيك الارض اذا بتعطيك الارض انزي خلنا نتأكد من الموضوع انزي ما علم ما في مشكلة بنحاول نتأكد فالك طيب يا اخوة محمد نزار عندك مكالمة نقول له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كورنيش الشارقة اللي عند مصرف الشرقة الاسلامي نعم بس انا عندي ملاحظة هاي طبعا تتوجه لا قدوى البنت اختفت اختصبت قتلت غيرها 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 انا ما بعرف يعني انا بصراحة بستغرب انو بنت بها العمر هذا كانوا هنا يمكن شيء اربع بنات شو بيعملوا بها الوقت هذا يوم جمعة يعني بستغرب من الاهالي يعني انتي لا تستغربين من البنت ايوة لا لا البنت طفلة نوع زي ولا تستغربين من الشخص اللي يعتدي عليهم ايوة انا بستغرب من الاهالي هو الام والاب وين رقابتكن على البنت يعني حرام هاي حيضيع مستقبلة العيلة بكاملة يعني خلاص يعني في طر عندهم شرخ بالعيلة نعم فانا بستغرب انو وين من الاهالي حرام أنا لا أعرف صراحة لمن أوجه رسالتي هاي اللهم لا والله رسالتك واضحة طويلة العمر دائما إذا كانت الله خير في ناس مثلك وشروات يتكلمون ووزارة الداخلية دائما إذا هم الله خير بعد يحذرون وبعد نحن ننبه نقول ترى في عقوبة على الأهالي إذا ثبت أهمالهم أتمنى أنا لا لا في قانون ينصع على عقوبة على الأهالي في حال ثبت أنهم مهملين في حق أطفالهم لأن في قانون الأطفال صدر في الأون الأخيرة اللي هو قانون وديمة تقريبا ولكن في بنوت قانونية معينة تنص على في عقوبة على الأهالي اللي يهملون في حق أطفالهم هذا أنبه عليه يعني أنت مش مش خارج انطاق المسائلة أو خارج ذائرة المسائلة أنت مسائل أنا برأيي 90% من لو صار اعتداء 90% على الأهل و10% على الشخص اللي اعتدل لأنه ما عنده راجع ديني طبعا مليون في المية هذا الطفل يعني أنتوا ليتحطوا النار جنب البنزين ما هذا هو نحن دائما نسأل السؤال الله يخلي يكتفتها يزاعة الله خير يا مدانا يزاعة الله خير في ميزان حسناتك إن شاء الله وملاحظتك في محلها إن شاء الله ونشوف إن شاء الله رسالة توصل بس مشكورة ما قصرت حياتي حياتي أختي حياتي نقول له ناخذ هذا الفاصل ونجح تواصل نوجد لكم تحية أعزائي المستمع المشاهدين متابعين الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون الإمارة العربية متحدة من عجمان على الموجة من 7.8 ورح بمكارماتكم على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة واحد صفر ورسالكم نصير قصير لسه ما نستقبل على سبعة صفر صفر تسعة هذا يقول لي السلام عليكم وخي راتبي سبعة ألاف عندي بيت وفي ملحق وسيارتي تيو تيارس وعايش ملك بفضل الله وشيخنا والحمد لله رب العالم ساتر نفسي وساتر عيالي بحمد تحياتي لك يا بحمد ويزاك الله خير وإن شاء الله راتبك يوصل سبعين ألف شوف الإنسان اللي عنده قناعة ترى يحمد الله سبحانه وتعالى يشكرا تنزين هذه